السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم خوتي جميعا في كل مكان اليوم حبينا نعمل حلقة خاصة نحكو فيها على بعض اللاعبين والمزدوجي الجنسية وكان نجحة الحلقة هذه إن شاء الله رحنا نعملها حلقة أسبوعية خليكم أنتم تخيروا الوقت والموعد ونحكو فيها على اللاعبين لعبين هذا بتفصيل دقيق إن شاء الله كما تعرفوا غير جديد فقط بها تنجح هذه الحلقة الرجاء منكم خوتي فضلا وليس أمرا أن لا تبخلوا علينا بالضغط على زر أعجبني باعي يصل الفيديو لخوتي الأخرين اللي ما شافوش هذا الفيديو وهكا يعني تعوم الفائدة للجامعة وإن لم تشترك بعد بالقناة فالرجاء أيضا الاشتراك الآن مع تفعيل زر الجرس باعي يصل كل جديد مستقبلا المهم في حلقة انتعى اليوم رح نكشف بالأسماء هذو ملاعبين اللي لازم يكونوا في المنتخب الأول للفارق الوطني خاطر معظم هذه الأسماء اللي راح نذكرها باتت بين قوسين أو أدنى من تمثيل المنتخب الوطني وأبدأ تغبتها في وقت ما يعني بالالتحاق لتعزيز الصفوف المنتخب فقد تبقى الاتحادين انتعنا كما نقولوا لازم تضيف هذه اللمسة انتعها وتتواصل معهم بجدية أكبر به نوصلوا النتيجة إيجابية ترتقي بالمنتخب انتعنا في قدم المواعيد ونقدروا نروحوا بعيد في كان الكوتجي فور اللي جاية ولما لا يعني تتويج بالنجمة الثالثة فقط كما قلنا لازم ضاخط من الفيدرالية الجزائرية بهتقنحهم أكثر ونشوفوا منتخب شاب قوي ومن حقنا يعني حتى نحلموا ونروحوا بعيد وندوا لكوبة أفريك لما لا نتمدنا الفيديو ما يكونش طويل خاطر كي ينزوز أسماء وعيدة أبدأ الرغبة الشجدة في الانضمام للمنتخب رح نكشف عليهم فيما بعد نبدو بأول لعب أمين مسوسة خوتي أمين مسوسة كما نعلم واحد من أحسن اللاعبين اللي في سنه عمره تسعة عشر سنة فقط واحد من بين اللاعبين الجزائريين الأصل القلائل اللي ينشط في منصب مهاجم صريح ويلعب معليل في فرنسا هذا اللاعب أبدأ الرغبة انتعه في تمثيل المنتخب الجزائري مؤخرا وكان تشفو ولي تبعوا البالون ليع عن بالي يشفو مثل فرنسا في دورة البحر المتوسط اللي فاتت وسجل زوز بيوتها لنا ونزيدكم الله يبار كان عنده أرقام تهديفية كبيرة جدا جدا الموسم اللي فات سجل عشرة أهداف في اثنين وعشرين مباراة مع الفريق الاحتياطي والموسم هذا سجل تثى لحد الآن في ظرف مبارتين فقط مع الفريق الاحتياطي بسم الله ما شاء الله يعني حاب يقول أنه ما عندوش عقدة تهديفية وزيد يعني حاليا نحتاجه لعب ولا زوز فذلك المنصب انتعه راوراس حربة يطير خوتي يطير بكل معنى الكلمة يعني خاصة في ظرف الوقت الحالي أكبر سن بنجاح وتراجع مستوى بشكل كبير وسليماني يتجه الاعتزال راهو مبقاش واحد يلعب يعني راس حربة تقول عليه يعني راس حربة في المنتخب انتعنا أخويا اشتي ولا ما تشتيش هذه هي الحقيقة ولازمت لنا منظرك يعني نلقاه الحلول في أسرع وقت رانا مقبلين على كاس افريقيا ندخله بلا مهاجم هذه صعيبة ياسر آآ عن بالي بالك يعني تقول لي أو كين قويري أو جاي وانا يعني اني معاك مية بالمياء ولكن قويري واحده ما يقدر يعمل واله في ظرف وجيس آآ حط الف سطر على وقت جازيس كوب دافريق شحال مزلها آآ ثلاثة شهورة وشوي هكا يعني والاتحادية صحيح خدمت شوي به آآ منظر حتى واحد حتى زف زف يعني قبل خدمه جابلنا آآ لاعبين صغار جدد آآ يعني جدد بهم دماء تعالوا فارق من داعنا ويعني في ظرف سبع شهر فقط تم تدعيم المنتخب الأول بالعديد من اللاعبين آآ تحكي على حسام عوار خمسة وعشرين سناء يلعب في أكبر البطولات في العالم مع واحد من أعرق الأندية في إيطاليا وحتى في العالم خودي نادي روما آآ مهدي ليليس خمسة وعشرين سناء مع سترك سيتي الإنجليزي أمين قوري ثلاثة وعشرين سناء مع ران آآ حماد عبدالي يلعب مع أونجي ايت نوري ثلاثة وعشرين سناء آآ فقط ويلعب مع ويلفرهام بطان ياسر لاروسي خوتي ثلاثة وعشرين سناء مع شيفيرد آآ فارس شايبي جوان حجام بدرجين بوعناني في عمره خوتي ثمانتاش سناء فقط وقاعد يطير يعني يطير سوى مع المنتخب ولا مع الفارق انتاعه آآ ليه في نيس في فرنسا بالإضافة يعني هذو كامل نزيدو نمزجوهم يعني مع خبرة بعض اللاعبين كما فاغولي وبن طالب وبن ناصر وبن سبعيني وعطال وإلى آخره القائمة طويلة اتخيلوها كيف يعني رح يكون المنتخب من اللاقوب دافريك اللي جاي وهذا كله نزيدو معاهم أمين مسوسة طبعا إذا حبت الفاف انتاعنا تخدموا الجيب كما هذو اللاعبين اللاعب عنده يعني ثلاثة جنسيات مختلفة آآ مغربية جزائرية فرنسية وهو من أم جزائرية وأب مغربي ويملك أمين مسوسة آآ يعني هذا آآ علاقة طيبة مع بدرجين بوعناني ويعني هذه هي آآ يعني لتقدر تحدد مصير اللاعب وتمثيله المنتخب الجزائري على حساب المغرب وفي الوقت يعني الحالي راه تحت اهتمامات المدرب الوطني جمال بالماضي وبدليل بالاستناد إلى منشور بدرجين بوعناني وقت ليس بالبعيد الذي فسر على أنه تلميح باقتراب مزاملة مسوسة لهذا الأخير على الصعيد الدولي كانت تفكر وقتها كان أمين مسوسة وفي واحدة يعني سابقة من نوعها للمشاركة مع الفريق الأول مع نيس يا أخي كانت تذكره هنأ فيها بدرجين بوعناني صديقه وكتب سنجتمع في أقرب وقت إن شاء الله إن شاء الله نتمنها في الأيام اللي جاية خوتي نظن أنه طولنا ياسر في الحديث على هذا اللاعب خاطر هذا اللاعب أنا نشوف فيه يعني من أحسن اللاعبين في الوقت الحالي طبعا مع قويري العروسي الشرقي والقائمة طويلة خوتي بها نمر نحكو له له يعني على اللاعب الموالي اللي هو ميشيل أوليز لعب موهوب معروف يعني لدى الشارع الجزائري عنده ربع جنسيات مختلفة جزائرية نيجيرية إنجليزية وفرنسية خوتي يقدر يلعب مع المنتخب الوطني من جهة الوالدة أنتعوا جزائرية من مواليد 12 ديسمبر 2001 يعني لاعب شاب لعب لبس به ويمتاز بمهارات عالية جدا جدا يلعب في قتل وسط مع كريستال بلاس في إنجلترا الله يبارك مي هذا اللاعب خوتي صعيب أن تقنعوا أنا نتمنى يكون في المنتخب مي صعيبة صعيبة شوي في ظل صراع نيجيري فرنسي إنجليزي وجزائري خاصة من الجانب النيجيري اللي تضغط على اللاعب بقوة خوتي باهي مثل نيجيريا لكن اللاعب ما زال ما قررش حتى هذه اللحظة ورحب في وقت سابق بفكرة الانضمام للمنتخب وما رفضش داوت بالماضي بالماضي كان في وقت سابق كلمه وعرض عليه مشروع المنتخب الوطني باهي يتقلق في كان الكوديفور اللي جاية ومشروع ثانا التأهل المونجال عام 2026 باهي يحفز اللاعب من الاختيار الجزائري الاتحادية الجزائرية ثانا تعمل بقوة وربطة اتصالات مكثفة مع والدة اللاعب والدة اللاعب كما قلنا جزائرية خوتي والاتصالات حسب بعض المعلومات يعني تقول لك ما زالت جارية إلى حد الآن نتمنى هو كذلك نشوفه في المنتخب مع قويري عوار بوعناني شيبي هذو اللاعبين رح يقدموا اضافة كبيرة للمنتخب صحيح شوي يعني صعيبة مع أوليزمي يعني كل شيء ممكن ما نعرفه هذه هي المعلومات اللي عندي حتى الآن على هذا اللاعب يعني على هذا اللاعب الرائع يعني نزيد نخبركم في هذه القناة إن شاء الله المهم يعني وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى الحلقة نتعليوني لتعجابكم في الأخير لا تنسوا دعمكم بالقناة دعوا اشتراك باه يصلكم كل جديد نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم